كسابقاتها، ها هي حكومة السوداني تلجأ للإقالات وتدوير الأشخاص بعد كل فضيحة فساد وفشل في مهمها، ولسيما بعد أزمة انهيار قيمة الدينار. والتدارك لهذا الفشل، أقال رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب من منصبه، ليكلف عضو حزب الدعوة هو المقرب من المالكي علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة، الذي سبق وتقلد المنصب نفسه ما بين عامي 2014 و2020. قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران وصفت القرار بالمهم فيما اعتبر حزب الدعوة بأنه تكليف سيعيد الأمور إلى نصابها، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه سمرار لمسلسل ما يعرف بمجزرة الاشتفاث التي بدأها السوداني منذ أول يوم ترأسه للحكومة عبر تغيير مئات المناصب وتكليف مقربين وصفوا بالموالين. تكليف العلاق ابتهجت له قوى الإطار التي قالت أن أسباب أزمة انهيار الدينار داخلية وليست خارجية، وهي محاولة لإبعاد وصمة تورط ميليشياتها بالتهريب العملة الأجنبية رغم عشر توصيات أمريكية وصلت للسودان بشان وجوب وقف السنزاف العملة وتهريبها إلى إيران وسوريا وفقا لموقع المونيتر. اختيار السوداني لعلي محصن العلاق لإدارة البنك المركزي وتأمينه على أموال البلاد لن يلغي من ذاكرة العراقيين تصريح العلاق عام 2013 والذي برر به ضياع سبعة مليارات دينار من خزائن البنك بعد تلفها بمياه الأمطار. تعرضت خزائن مصرف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت. السوداني وفي استعراض اندعائي عمر العزف على وتر ما يؤلم المواطن قال إنه لن يتساهل مع من يحاول المساس بقوت العراقيين وأن الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف ومع كثرة الوعود والعهود فلا خيار أمام المواطن سوى الانتظار كما الحال منذ نحو عشرين عاما مضت.